مهرجان يكون مهرجان تونسي بالأساس دون أن يفقد الميزة متاعه الأساسية وهو مهرجان قرتاج دولي بامتياز نحاوله دائماً بشيكون عرض الافتتاح عرض تونسي هي الميزانية هي رهي بريسك ثابتة الأعوام لكل الميزانية ما هيش قاعدة في تطور كل سنة كل عام وش نضغطو سنة كيما عمناه ولما سنة بصفة أكثر على المجانية يعني نحاوله نقل سوع في المجانية الدخول لحضور السهرات دورة 57 تركيز على الفنان المحلي على الفنان التونسي هذا بسبب ضعف الميزانية أو اختيار من المنظمين انتي شفت تركيز على الفنان المحلي والتونسي ما شفتش بركللت البرمجة سنة مت نوع ولكن ما فماش أسماء عالمية كبيرة يعنيش عالمية فما فما بن هاربر فما رقون بونمين فما حتى فنانين العرب يتسميه فنان عالم عربي يعني رغب عليه ما نصيف زيتون شوف مبيعاتهم وشوف معنيها السيت اللي عندهم صبر رباعي متاعنا تونسي أم عالمي عربي عنا لطيفة العرفي وعنا يسرى محنوش في طور السعود نحن انتصرنا الفنان التونسي بسبب أنه نحب المهرجان يكون يعني مهرجان تونسي بالأساس دون أن يفقد يعني الميزة متاعه الأساسية وهو مهرجان قرتاج دولي بامتياز في تونس يعنيش في الدورة 57 الافتتاح بشكون بعرض المحفل وأغاني تراثية تونسية؟ نحن نحاول دائما بشكون عرض الافتتاح عرض تونسي ويلقينا عرض قاعد يحضر فيه الفنان الكبير الفاضل الجزيري وإن شاء الله يتوفق بشقد منه عرض جيد على جميع المستوي فماش تأثير من تخفيض الميزانية على الاختيارات؟ هي الميزانية هي رهي لأعوام الكل تشهد كما على غرار جميع القطاعات وجميع الوزارات يعني الميزانية ما هيش قاعدة في تطور كل عام ولكن احنا نحاول نتحكم فيها ورجدها رجدها باش بالتعويل على الترفيع في المواردة الذاتية بالاستشهار بالاستثمار في الثقافة بالحف على الضغط على البرمجة المدة والنوعية ونأخذ النوعية الجيدة ونقصوا من الكمية وعندك زادة باش نضغطوا سنايا كما عمناولا ما سنايا بصفة أكثر على المجانية يعني نحاولوا نقلصوا في المجانية الدخول لحضور السهرات أكثر ما يمكن لضمان تخطيط مبالغ العروض الفنية المبرمجة رسالتك للجماهير اللي بشتوك بالدورة 57 رسالت الجماهير وقلوا لهم مسرح كرتاج يستنى فيكم في أبهى حل ينتظر وفوتكم عليه إن شاء الله تعديوا فيه سهرات طيبة إن شاء الله يكون نيل استحسانكم وإن شاء الله يعديوا معنا صيفية ممتازة وممتعة جماهير كرتاج جماهير وفي جمهور وفي ومحترم وعودنا ديما بالحضور اللائق وبالالتزام وهذا هو وحنا نوعدوه ببرمجة إن شاء الله ثارية وعلى قد تطلعات إن شاء الله أنا اللي نقول للجماهير مرحبا بيكم يجيوا وراءوا برمجة ثارية برمجة متنوعة معناها كل الأذواق موجودة تنجم تلقى فيها زوز 3-4 عروض تهمهم مرحبا بيهم وحنا بيذن الله سنحاول تنظيم عروضنا على أحسن ما يرام في أحسن الظروف